السلام عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في بنتي بنا اليوم سوف نرى وصفة نوسية لديدة وسهلة تحضير لتحضير هذه الوصفة نحتاج المقادر الاتية 500 جرام ديال الدقيق 300 مليلي تخافون ديال الماء ملعقة تحتية الملح 4 ملاعق زيت الماء ايضا خميرة الخبز خميرة الحلويات نحتاج ايضا البيضاء كاملة اذا لتحضير هذه الوصفة كندوزو التخمير ديال الخاميرة كنوضعوها في ايناء لي فيه الماء دافي كنخليوها تكتلع من بعد كنزيدو عليها التقيق ديالنا كنزيدو الملح كنزيدو كذلك كنزيدو كذلك زيت المائدة وكنزيدو كذلك البيضاء كنعجنو العاجين ليانا اللي بخصو يكون مجموع وما كيتلصقش في اليد من بعد كنخليوه ارتاح واحد ساعة قريبا كنغطو عليه وكنخليوه كندخلوه اما في الفرن واللفش ما كان يكون دافئ كندوزو الان لتحضير الحشوتاتنا لهذا كنحتاجو البطاطا البصل الملح البزار زيتون علبة تاعة الطون كنحتاجو ايضا البيض المسلوق كنحتاجو الهريسة اللي درنا معها لمايونيز وشوية تاعة لاموتات وشوية تاعة الماء كنحتاجو ايضا الفرماش محكوك نقطعو دابا البطاطا ديالنا مربعات صغار وكنسلقوها في ماء مملح في نفس الوقت كنسلقو البيض ديالنا فهد الاتناء العجين ديالنا غايكون ضاعف الحجم ديالو كندوزو لتشكيلو كويرات صغيرة ولان يقبل كنحاولو ندلكوه شوية باليد باش يخرج منو الغاز اذا الان غادي نشكلو كويرات صغيرة ونخليوهم حد عشرين دقيقة اختامروا وعدا باش كندوزو الطبختاهم دان كنناخدو مقلات كنديرو فيها الزيت كثرة وكنوضعو الفري كاسي ديالنا وغير نوضعو الفري كاسي كيف ما غتشوفو معي في الفيديو خاسنا نخويو عليهم الزيت باش يتنفخوا لينا هذا هو السير اللي كي جعلهم يتنفخوا اذا غير نحطو الخبيزة ديالنا خصنا نبدو نخويو عليهم في المأم الفوق باش نحاولو ننفخوهم كي ما كتشوفو معايا اذا كان حصلو لشكل بحال شكل تعليه بينيه ينفو التنفخ قدي ندوروها باش نحمروها من الجهتين عكيفاش كنحصلو على الفري كاسي ديالنا محمرين والداد ومن فوقين ايضا من بعد فاش كنكملو القليتاهم كنناخدو اما مقص خاص غير المطبخ ولموس كنحلوهم كي ما كتشوفو معايا طيبين مزيان من الداخل ودابا غادي ندوزو نعمرو بالحشوة تاعتنا اللي فيها البطاطا البيض محكوك زيتون مقطع البصل مقطع الفرماج والطول والصوص اللي فيها الهريسة والميونيز وشوية على الموتا وكنزيدو معا شوية السعلمة باش نخفوها وبالصحة والراحة اشتركوا وكليكيوا على زر لايك وبالصحة والراحة في وصفات جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة موسيقى ترجمة نانسي قنقر